مرحبا جميعا في ندوة اليوم تفضل يا محمد النعمان وراحب بكم بأكثر 150 مسجل في هذه الجلسة لتشارك في المعرفة حول هياكل الدولة والحكم أو الحوكمة هذه الجلسة هي جزء من سلسل التبادل المعرفة التي تتضمن مناقشات بيني وبين دكتور بول وليامز دكتور بول وليامز هو رئيس والمؤسس المشارك في مجموعة السياسات الدولية والقانون الدولي العام الذي يتمتع بخبرة تزيد عن 30 عاما في تقليم المشهورة للأطراف بشأن السلام والمفاوضات بما في ذلك العمل مستشارا قانونيا لوفد دارفور إلى محادثات السلام في الدوحة مع حكومة السودان في عام 2011 ويسر برنامج الإجماع العالمي للشتات في دارفور لمساعدة الأطراف في الإعداد لمفاوضات السلام وتقديم النصح والمشهورة للجبهة الثورية السودانية أثناء التحضير لمحادثات السلام وعمل مع فريق الوساطة وعمل مع فريق الوساطة خلال مفاوضات اتفاق جوبا للسلام ومفاوضات جنوب كردفان والنيل الأزرق وكان الدكتور وليامز وكان الدكتور وليامز أيضا حاضرا على طاولة المفاوضات خلال العديد من مفاوضات السلام الأخرى في جميع أنحاء العالم للمزيد من المعلومات يرجى مراجعة ملفه الشخصي أو البروفايل خاص به دكتور وليامز قبل أن ندخل في نقاشاتنا هل أخبرت جمهورنا حول مشروع التشارك في المعرفة لمجموعة السياسات الدولية وما الذي يتضمنه وسبب القيام به شكرا محمد شكرا محمد لمن لا يعرف محمد النعمان هو كبير المستشارين القانونيين والفنيين لبرنامجنا في السودان والمستشار القانوني الأول السابق لوزير العدل السوداني قبل انقلاب 25 أكتوبر 2021 وخلال جلسات تبادل معرفة كما أشار محمد خلال هذه الجلسات للتشارك في المعرفة نناقش مواضيع من المحتمل أن تطفو على السطح في المفاوضات المقبلة في السودان وتشمل مواضيع مثل سياغة دستور دائم وإعادة بناء الهيئات المؤسسية الوطنية وتطوير موقف تطاوضي للوفود المدنية والإصلاح الأمني والعسكري والمسائلة والانتقال والعدالة الانتقالية طبعا هذه المسائل التي سيوجوها وأي وفد مدني حينما يذهب إلى مفاوضات السلام نحن في PILPG نيسر بناء القدرات هدفنا هو تيسير بناء القدرات للممثلين السياسيين المدنيين السودانيين ومجموعات المجتمع المدني والشركاء الدوليين المنخرطين بنشاط في الجهود المبدولة لتعزيز بناء السلام في السودان بحيث يقوموا ببناء سلام دائم وشامل كان لدينا جلستين سابقتين لتبادل المعرفة أحدهما ناقشت التعقيدات والاعتبارات الاستراتيجية التي ينطوي عليها إصلاح القطاع الأمني والعسكري كجزء من مفاوضات السلام والأخرى حول الجراء من فضائع في مفاوضات السلام وهي موجودة باللغتين العربية والإنجليزية والروابط إلى هاتين الجلستين سيتم وضعوها في مربع دردشة أعود إليك يا محمد شكرا يا دكتور وليامز ورشتنا هذا اليوم سيكون طولها 60 دقيقة باللغتين العربية والإنجليزية ونحن ممتنون للمترجمين عبداللطيف وأيام للاندمام إلينا اليوم أرجو أن تختاروا اللغة المفضلة باستخدام أي فونة اللغة في أسفل الشاشة خلال نقاشاتنا أرجو أن لا تترددوا في طرح أي أسئلة في مربع الأسئلة والإجابة Q&A وسأبدل جهدي لإدراجها في نقهمة في حالات ما بعد النزاع يا محمد هناك نوعان مميزان من ترتيبات التشارك وتقاسم في السلطة أحدها حول هيكل الحكومة والآخر أفقي وعمودي تشارك للسلطة بشكل أفقي وعمودي والسبب أهمية هذه الأشكال من تقاسم السلطة هو أن الدولة التي تدخل في النزاع ستكون عرضة لتركيز السلطة الاقتصادية اجتماعية سياسية تتجمع في نخبة سياسية موجودة في منطقة جغرافية وفي حالة السودان هي الخرطون طبعا والطغمة العسكرية السابقة تقاسم السلطة مهم لأنه يتيح لأولئك المهمشين أو الذين كانوا مهمشين في السابق أو المجتمعات المهمشة في السابق أن تنخرط في العملية السياسية وينخرطوا في المشاريع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة وأن يكون لديهم استثمار واهتمام في نجاح هذه المشاريع وأن تعود المنفع على مجتمعاتهم ودعني أشير باختصار إلى الهيكلين ونستطيع أن نخط فيهما بالتفصيل أحد أبعاد تقاسم السلطة هو هيكل الدولة هل هي دولة أحادية؟ هل هي دولة أحادية مع تقاسم سلطة؟ أم هل هي دولة فدرالية؟ وإذا كانت أحادية أو فدرالية فهل هي متشابهة حيث كل محافظة أو ولاية لديها نفس القوة؟ أم هل هي غير متساوية بحيث يكون لدى محافظات أو ولايات قوة أكثر من غيرها؟ إذن هذا هو البعد الأول لتشارك في السلطة كيف هي الدولة وهيكلية الدولة وشكلها؟ البعد الثاني هو السلطة السياسية كيف هي منظمة في الدولة بشكل أفقي؟ هل تشارك السلطة بشكل أفقي؟ بين السلطة التنفيذية والتشريعية مع بعض الإشراف القانوني من قبل السلطة القضائية؟ وهل هناك آليات محددة؟ طبعا نستطيع أن أتحدث عن هذه الآليات الحرسة على وجود تمثيل ما يسمى في السودان التمييز الإيجابي للمجتمعات التي كانت مهمشة في السابق وكيف يمكن أن تكون مراكز القوة مترابطة مع بعضها البعض الخيار الثاني هو البعد العمودي لتسقاسم السلطة وهو ما هي السلطات التي تحملها الحكومة المركزية وحكومات الولايات وحكومات المحلية وما إذا كان لدى أي مستوى من هذه المستوى حق الرفض على السلطات الأخرى إذن هذه النظرة السريعة لماذا التشارك في السلطة وتقاسم سلطة مهم وهياكل السلطة والتشارك في السلطة الأفقي والعمودي شكرا يا برول إذا استطعنا أن نخوض بمزيد من التفصيل حول هيكل الدولة كأحد الأبعاد ما هو هيكل الدولة؟ ما الذي نعنيه حينما نقول هيكل الدولة؟ الفكرة حول أو خلف هيكل الدولة هي أن نفكر في كيف يتم تنظيم الدولة العديد من الدول تنظم حول مبدأ الدولة الوحدوية مثل فرنسا دولة وحدوية مصر دولة وحدوية معظم الدول في الخليج هي دول وحدوية باستثناء الإمارات العربية المتحدة وهنا تكون السلطة مركزية في هذه السلطات الوحدوية على المستوى الوطني ومن ثم المستوى الوطني يقوم بتعيين شركة لتنفيذ السياسة الوطنية في جميع أرجاء البلاد هناك بعض الدول التي هي وحدوية 100% مثل فرنسا وغيرها هي وحدوية بنسبة 90% بحيث توجد السلطة في يد الحكومة المركزية ويمكن أن تكون لدينا دولة وحدوية مع سلطة مفوضة إسبانيا مثلا البعض يفكر فيها على أنها دولة فدرالية إلا أنها دولة وحدوية ولديها سلطات مفوضة لمختلف المحافظات إذن في إسبانيا السلطة المهمة هي الحكومة الوطنية الحكومة المركزية ولكن بطريقة غير متماثلة أي أن السلطة تم تفويضها لبعض المحافظات أو الولايات في إسبانيا ومن ثم لدينا الدولة الاتحادية أثيوبيا هي دولة اتحادية فدرالية كندا هي دولة فدرالية أو اتحادية الولايات المتحدة وأستراليا ألمانيا هي دولة اتحادية وهنا عناصر الحكم الرئيسية هي تكون جمهورية أو في المحافظات والولايات ويشمع معا ويعين ممثل لهم في الحكومة الوطنية وليس العكس إذن في الدولة الاتحادية معظم القرارات تتم على المستوى الإقليمي أو المناطق المحلي وهناك سلطة محدودة على المستوى الوطني شكرا لدينا أول سؤال طرح من الجمهور هل يمكن أن تسوق لنا أمثلة على ترتيبات التقاسم السلطة في دول مبادة النزاع إذن حينما ننظر في التشارك أو تقاسم السلطة يكون من الصعب أن ننفذ تقاسم السلطة وترتيبات تقاسم السلطة بشكل ناجح يجب أن يكون واضحا من البداية لا حل سحري لا نقول أننا نستبدل الوحدوي بالاتحادي أو نفوض السلطة للمحافظات والولايات هناك بعض الأمثلة ناجحة نستطيع أن نتحدث عن التحديات أيضا لم تمانع مقدونيا مثلا هي دولة أو مثال ناجح للتشارك في السلطة وهنا في هذا الموقف كان هناك 60 إلى 70% حسب من تسأل من الجمهور سلوباك و30 إلى 40% من الأرمن وهم قاموا بترتيبات التشارك والسلطة حيث هناك سلطة مركزية وسلطة محلية أو بلدية وقفزوا عن المنطقة التي في الوسط وهذا قوض الكثير من الصلاحيات للبلديات لأن الجمهور السلوباك والألبان موجودين في مناطق جغرافية متجانسة وقاموا بإنشاء تشارك في السلطة مركزي حيث يأتي الرئيس من جنسية أو هوية دعنا نقول ونعب الرئيس يكون من هوية أخرى كلاهما السلوباك والألبانية هي اللغات الرسمية لمقدونيا وهناك حق للأقليات للألبان لممارسة حق النقد الفيتو على فئة ضيقة من التشريعات التشريعات ذات الصلاة بالثقافة وذات الصلاة باللغة وحقوق الإنسان يجب أن تحصل على ثلثي أصوات غالبية الأقليات ليتم إقرار تلك القرارات وكان هذا النموذج ناجح في هذا البلد طبعا في البوسنة أيضا البوسنة والهرسك هذا حفظ على السلام في البوسنة ولكن طبعا هو كان مقيد للوضع الاقصادي وديمقراطي المستقبلي في البوسنة والهرسك هذا مثال سريع ما هي التحديات الشائعة التي نواجهها حينما ننفذ ترتيبات التشارك بالسلطة أو تقاسم السلطة هناك ثلاثة تحديات في ترتيبات التقاسم بالسلطة أولها هو الإسراع في الأمور ورأينا هذا يحدث في اليمن حيث كانت دولة وحدوية ومن ثم قرروا أن اليمن سيكون دولة فدرالية أو اتحادية ولكن لم توجد عملية لعملية إطلاق تدريجية للفدرالية قالوا نحن دولة وحدوية اليوم وسوف نوقع الانتفاق وغدا ستصبح لدينا دولة فدرالية طبعا نستطيع أن نأخذ في هذا بمزيد من التفصيل ولكن لم يكن لديها من قدرات المالية ولا البشرية ولا حتى البنية التحتية ولا المباني ليكون لديهم دولة فدرالية في المحافظات اليمن إذن يجب أن أتوخى الحذر حينما ننتقل من دولة وحدوية إلى دولة فدرالية يستغرق الأمر قدرا كبيرا من الوقت لكي نحسن صنعا في ذلك التحدي الثاني هو أن هناك سوء فهم أو سوء تصور بأن النظام الفدرالي هو حل المشكلات ينظر الناس إلى كندا ألمانيا سويسرا وحتى مؤخرا أثيوبيا ينظر إلى هذه الدول ويقولوا واو يعني العجب النظام الفدرالي رائع لا بد أن هذا بسبب النظام الفدرالي إذن هذه الدول التي كان فيها محافظات أو ولايات اجتمعت معا وشكلت الدولة الاتحادية إذن السلطة كانت في المحافظات والولايات وقرروا أنهم يريدون أن يشكلوا دولة أكبر بدلا من أن يكون المحافظات ومقاطعات منفصلة وتوحدة إذن هذا الترتيب يختلف عن أن نأخذ دولة وحدوية ونقسمها إلى دولة فدرالية إذن يجب أن نتوخل حذر حينما نحاكي الحكومة السويسرية الكندية والألمانية والأمريكية استغرقهم عقود إن لم يكن قرون ليطبقوا النظام الفدرالي أو الاتحادي وتحدي الثالث هو إذا انخرط في تقاسم السلطة بشكل أفقي أو عمودي بشكل زياد عن نزوم قد نغلق المساحة السياسية ونغلق التنمية الاقتصادية فإذا فوضنا سلطة زائد عن حدها للبلديات والمحافظات والولايات فلن يكون لدينا حكومة وطنية فاعلة وسيكون هذا مسبب إضافي للنزاع في المستقبل أو إذا انشأنا العديد من الموازين والضوابط على المستوى الوطني بحيث لا يمكن أن نتبنى تشريعات فهذا سيكون أحد أسباب النزاع على سبيل المثال ذكرنا في مقدونيا كان هناك ثلاث أو أربع مجالات يمكن للأقليات أن يمارسوا حق النقد الفيتو في البوسنا ما من حد إذا أثر ذلك على مصالح أحد الثلاث المجموعات أو الفئات الرئيسية في البوسنا فتلك المجموعة أو الفئة يمكن أن تمارس حق الفيتو ونحتاج إلى أغلبية عظمى بالإضافة إلى غالبية تلك المجموعة لتبني التشريع وبالتالي يستغل دائما حق النقد الفيتو كطريقة لتعطيل التنمية الاقتصالية والسياسية والثقافية في البوسنا إذن يجب أن يكون هناك توازن ونستطيع أن نتحدث عن اتفاق جوبا اتفاق جوبا للسلام هو اتفاق مهم ولكن لربما فوض الكثير من الصلاحيات أكثر من اللازم للمناطق الأقلي شكرا يا بول ذكرت ثلاثة أبعاد مختلفة فيما يتعلق في تشارك في السلطة تحدثت عن هيكل السلطة أيضا دعنا نتحدث إلى الجمهور عن تشارك أو تقاسم السلطة الأفقي والرأسي أو العمودي كيف يختلف الأفقي والعمودي أو الرأسي وما هي الأدوار التي يلعبوها في الحكم أو الحوكمة الفرق بين تقاسم السلطة أفقيا وعموديا أو رأسيا هو المقاربة التي نتبعها لأن نحرص على الشمول أو حماية مصالح محددة التقاسم السلطة العمودي هو الذي نحمي فيه مصالح السكان المهمشين بأخذ السلطة من المركز ونقلها إلى المناطق والأقليم والمستويات المحلية ويمكن أن تكون سلطة سياسية وسلطة اقتصادية وسلطة إدارية وإذا أحببت نستطيع أن نتحدث كيف يمكن للسلطات الثلاثة تختلف عن بعض البعض وكيف يمكن أن نعقد توازن بينها ولكن يجب أن نتفق مع سلطات المحلية والبلدية بحيث يستطيع أن يمارسوا السلطة في كل في منطقته المحلية الآن التقاسم الأفقي للسلطة هي حينما يكون الأفراد في البلديات وموثلية المجتمعات المحلية والمجتمعات الإقليمية يذهبوا إلى المركز الحكومة ويتشاركوا في السلطة على المستوى الوطني إذن نأخذ قدر معين من السلطة إلى الأقاليم والبلديات والسلطة التي تبقى على المستوى الوطني يتم ممارستها ومزاولتها بطريقة بين من يمثلون هذه الأقاليم والبلديات والمناطق المحلية من خلال الحرص على أن هناك مجلسي برلمان المجلس المنتخب وطنياً ومجلس آخر منتخب إقليبياً للبرلمان فتكون الهوية مربوطة بالهوية التي انتخبتك في مجلس وفي المجلس الآخر من البرلمان تكون الهوية مربوطة في الدولة بأكملها وما تريد أن تفعلها هو أن تعقل توازن بحيث تحافظ على وحدة الدولة وفي الوقت نفسه تسمح بالكثير من الآراء وأصحاب المصلحة والجمهور الممثلية تم تمثيلهم إذن دائماً تكون هناك تقاسم للسلطة أوفقياً وعمودياً أو رأسياً هذا بالنسبة لتقاسم السلطة هل هو شرط مسبق لديمقراطية كشكل من الحكم حيث الدول أو الولايات والحكومات تنتخب شخص على المستوى المركز هل مستوى التعلم على المستوى الإقليمي وعلى مستوى الدولة يؤثر على كفاءة الدولة الفيدرالية والاتحادية؟ طبعاً كلا الأمرين يتطلبان قدراً من الديمقراطية الفكرة هي أن الأقاليم والبلديات سوف ترسل من دوبيها إلى المستوى الوطني والسلطة التي يتم تفوضها إلى المستوى الإقليمي والمستوى المحلي وتريد أن تفوضها إلى مندوبين منتخبين ليس بالضرورة كل دولة تختار نظامها ولكن نفترض أن النظام الديمقراطي إذا لنت تحرص على أن سكان المهمشين مشمولين في حكم الدولة فإن الدمقراطية هي الطريقة الفضلة للحرص على شمولهم فلا يمكن التقاسم في السلطة أو تفويض السلحيات لمناطق ثم نرسل أفراد إلى الحكومة إذا لم يكونوا ممثلين للشعب من أبناء تلك المناطق والمحليات إذن دمقراطية أساسية طبعاً من طرح السؤال سأل هل هناك شروط مسبقة وهذا مهم يجب أن نفكر فيه لأن ما الذي يأتي أولاً إذا انتقلنا إلى هياك الدولة مفصلة وترتيبات تقاسم السلطة للسودان قبل أن نذهب إلى تطوير الأحزاب السياسية وقبل أن يكون لدينا آلية انتخابية أو قبل أن نؤسس الانتخابات الحرة والنزيها فعند إذن قد لا نحقق الحكومة الشاملة والشمولية التي نصب إليها ولكن لو انتظرنا وقلنا علينا أن نبني كل هذه الهياكل الديمقراطية قبل أن نتشارك في السلطة فعندئذن قد يكون لدينا جمهور أو جمهورين يمارسان السلطة في السودان إذن الأمران يجب أن يسيرا يداً بيد والأمر صعباً نحتاج إلى التزام بالديمقراطية وأنا أقترح أنكم تحتاجوا إلى انتخابات متكررة في فترة مبكرة من أجل أن نحرص على أن يكون لدينا حياكل حكم الديمقراطية ورأينا هذا في جنوب السودان حيث كان لديهم دستور مؤقت والآن في السنة العاشرة من ذلك الدستور المؤقت ولم تعقد انتخابات نأمل أن تعقد انتخابات في السنة القادمة بحيث نكون حققنا الشمول والتمثيل في جنوب السودان لأننا يعني مضينا قدماً في العملية الانتخابية ومؤسسة الديمقراطية إذن بالحديث عن جنوب السودان دعني أطرح لك سؤال حول اتفاق جوبة للسلام كيف تقاسم سلطة يعكسه في اتفاق جوبة للسلام طبعاً في اتفاق جوبة للسلام هناك ثلاثة أبعاد مهمة لترتيبات تقاسم سلطة في اتفاق جوبة للسلام الأول هو أن جوبة تنص على دولة فدرالية وهذا يعني الفهم للشعب السوداني أن هذا هو الطريق للمضي قدماً من أجل سلام مستدام ومن أجل دولة ديمقراطية مستدامة أن يكون لدينا نظام اتحادي فدرالي هذا حسب اتفاق جوبة للسلام وأيضاً إعلان 2020 للمبادئ الفدرالية وأيضاً اتفاق جوبة للسلام وضع هيكل فدرالي في السودان وهذا الاتفاق وضع أيضاً التفويض لأسلاحيات بطريقة غير متساوية وسنتحدث عن هذا ولكن بموجب هذا الترتيب فإن الأقاليم المختلفة للسودان ستحظى بمستويات مختلفة من السلطة دارفور مثلاً لديها جزء من السلطة جنوب كردوغان والنيل سيكون لديهم سلطة مختلفة شمال شرط سيكون لديهم ترتيبات سلطة مختلفة طبعاً هذا تم على أساس أن مناطق مختلفة لديها فترة ممارسة أو مزاولة لتلك السلطة أو ربما عانوا من مستويات مختلفة من تهميش ويعتقدوا أنهم بحاجة إلى مزيد من السلطة أو قدر أقل من السلطة ليحرصوا على أنهم مشمولين في الترتيبات أو في الحوكمة ضمن السودان وفي البعد الثالث كان هناك قدر أقل من التركيز المطلوب حول عملية هياكل الدولة هياكل الدولة كانت مصممة بشكل عام للحرص على وجود هيكلية فدرالية وشمول مصالح السكان المهمشين مع تشكك قدر كبير من التشكك في الحكومة المركزية إذن حينما ينتقل المدنيون قدماً مع منصة المدنيين حينما يضع لمسات نهية على المبادئ وعليك الذين يستمعوا إلى الندوة إذا كانوا يشاركوا في هذه المفاوضات يجب أن يروا هل هناك قدر من السلطة تم تطويضه لحماية السكان الذين كانوا مهمشين وهناك ما يكفي من السلطة موجودة وتبقى في السلطة المركزية لتبقى ليبقى السودان موحداً مع إدراك أن هناك نزع في الماضي للذهاب إلى نظام أوتقراطي أو عسكري أو سلطوي وبالتالي أعتقد أن جوبا جاءت بهذا النقاش وقدمت هذا النقاش خطوات عديدة إلى الأمام وحينما تبدأ المفاوضات وينخرت المدنيون في ترتيبات نقاس سلطة هناك بعض الأفكار التي يجب تطبيقها على هذا الأمر لدينا سؤال من الجمهور كيف يمكننا أن نتخيل وسيلة أو معادلة لمشاركة السلطة على ضوء النزاع المسلح المستمر في السودان هل لم تكن مشاركة السلطة أم بين الأطراف المزاع أم هل هو أمر سيتم التفاوض عليه بين الأطراف في جدة أعتقد بأن ترتيبات مشاركة السلطة يجب أن تكون مركزية وأساسية بالنسبة للمفاوضات المستقبلية أينما كانت ستبدأ بعد أن تتم تسويات مباحثات الهدنة نعرف أنها توقفت الآن طبيعة الدولة الجديدة في السودان أفقية أو عمودية فدرالية أو عسكرية أو طبيعة تلك الدولة يجب أن تكون قائمة على الطاولة ولكن نسنا بحاجة لأن نقرر أو نتخذ قرار حول كل القضايا في خلال مفاوضات السلام وسنتحدث في جلسات مشاركة معارف لاحقة حول العمليات الدستورية ما سيبحث عنه المفاوضين المدنيين هو إيجاد منطقة وسطة بين شمول عدد كافي من المبادئ التي تتعلق بمشاركة السلطة في اتفاقية السلام بحيث تكون الأبعاد العامة واضحة للدولة الفدرالية توضح ما هي أنواع السلطة إدارية سياسية مالية يجب منحها للمناطق المحلية أو المقاطعات ولكن لا توجد حاجة لكتابة كل تفصيل بحد ذاته فهذا يمكن أن يترك للعملية الدستورية لأننا نريد أن تكون المفاوضات ملزمة بفترة زمنية وخلال هذه الفترة يمكن وقف النزاع إيجاد وسيلة للانتقال لعودة الحكومة المدنية وعملية للدستور الجديد وبنفس الوقت توفير إطار إرشادي لشكل هذا الدستور وشكل هذه الدولة الجديدة كما يجب أن أذكر أيضا بأننا ونحن نجيب على هذا السؤال من المفيد أن نفكر بكيف أن مفهوم مشاركة السلطة هذا يمكن إساءة استكدامه من قبل القوى المتنازعة في السودان في معظم حالات النزاع عندما يتحدث الأشخاص حول مشاركة السلطة هم يتحدثون عن كيفية هيكلة الدولة وحاكمية تلك الدولة بحيث تضم كل الناس في تلك الدولة في الكثير من الأحيان الجيش أو مجموعة مثل قوى الدعم السريع سترى مشاركة السلطة كوسيلة لتأكد بأن لديها طريقة لمشاركة السلطة ورأينا هذا كيف أن القوى المتنازعة يعني فسرت هذا الأمر على أن هذا يشكل لها مقعد في السلطة وهذا ليس هو الأمر مشاركة السلطة بطريقة التي نتحدث عنها نحن هو الأمر دائم على المدى البعيد منح الفاعلين دوراً في حاكمية الدولة ليس بالأمر المناسب وما قاله الفشل بعض الأطراف لديهم ممثلين مدنيين يجب شمولهم داموا يمثلون ناثبين ولكن شمول الجيش بشكل مباشر في حاكمية الدولة هذا أمر راجعي المدنيين هم من يجب أن يحكم الدولة وجزء من حكم الدولة هو ممارسة السيطرة المدنية على الجيش وبالتالي أحذر هنا بأنه عندما تبدأ المفاوضات وعندما تكون مشاركة السلطة على الأجندة والجيش وقوات دعم السريع يقولون رائع هذه كمية السلطة التي نريدها أن نحن هو إصلاح الجهاز الأمني لإعادة السلطة للمدنيين ونزع السلاح والدعم لتحويل قوات دعم السريع وإدماجهم في مؤسسات أخرى أو محاكمتهم للجرائم الفضيعة التي يرتكبونها يبدو أن محمد ربما توقف لديه الإنترنت مؤقتا ولذلك سأتدخل بسؤال مشابه للموضوع الذي نبحث فيه وهو يتعلق بالديمقراطية ومشاركة السلطة وسأبحث في السؤال الخاص بالجدول الزمني لتنفيذ هذه الآليات وما نجده في الكثير من الأحيان هو مع أنه قد يكون هناك سرعة كبيرة لتنفيذ هذه الآليات من المهم تحديد القدرات وأعني القدرات بعدد من الوسائل واحدة منها هي القدرة المالية فهي مشاركة السلطة الفدرالية هذه أمور مكلفة وسنحتاج لأن نتأكد بأنه أثناء إعادة بناء الدولة ودفع التعويضات وتأسيس هيئة مساءلة يجب أيضا تمويل البرلمانات المحلية والخدمة المدنية المحلية لتنفيذ مشاركة السلطة هذه البعد الآخر هو أنه في الكثير من الأحيان نحتاج لأن نتأكد من مستوى القدرة البشرية في أي السياق يصبح الأشخاص لاجئين ونازحين داخليا ومن كانت مجموعة محدودة من المدنيين الذين اتشاركوا فيه ونفذوا في حاكمية الدولة سيكون صغيرا وغير كافي ربما لتغطية كامل الدولة ولكن الآن نوجد إدارات محلية وأقليمية وبالتالي سنحتاج إلى زيادة أو مضاعفة عدد الموظفين المحلين الموظفين في الدولة وبالتالي القدرة البشرية رأس المال البشري يستغرق وقتا للتدريب وإدفاله ليلعب دورا أهلا بك يا محمد مرة أخرى كيلا أيضا انضمت لنا المساعدة في التسير أجبنا على سؤال توقيت تنفيذ آليات مشاركة السلطة والتحديات المالية وتحديات الموارد البشري فيما يتعلق بتنفيذ آليات مشاركة السلطة عودة لك يا محمد محمد ما زلت في وضعية الصامت كيتلين هل تريدين التدخل ربما بالسؤال مرحبا يا بول نعم سأدخل عد آسف كنت وجه بعض المشاكل الفنية المرتبطة باتصالي بالإنترنت أتسمعونني الآن نعم نسمعك يا محمد لا بأس لدينا سؤال أيضا من الجمهور والذي يقول ما هو أنواع هياكل الدولة التي تبنتها دول أخرى لها يعني توليفة مشابهة ثقافيا بالسودان ولماذا واحدة من الأمور التي تعلمتها عن السودان هي أنها مميزة جدا فيما يتعلق بالتنوع تنوعها ثقافيا واجتماعيا وعرقيا واقتصاديا فهي يعني دولة متجانسة ومتنوعة وبالتالي بالتفكير بالدروس المستفادة وما هي أفضل طريقة لهيكلة مشاركة الدولة لا يوجد نموذج جاهز للتنفيذ كما ذكرت سابقا إثيوبيا حتى أخيرا كان لديها نجاح في الفيدرالية العرقية والآن تبين ربما أن هذه ليست من أفضل الأفكار اليمن والذي كان متنوعا ربما ليس بنفس مستنوع في السودان اليمن أيضا كان لديها تاريخ طويل في مركزية السلطة في صنعة كان هناك فساد وكان هناك سيطرة من قبل القوى العسكرية وحاولوا أن يمشوا مسار الفيدرالية أعتقد أن التصميم باليمن وهو غريب في هذا الوقت أن ننظر إلى اليمن كمثال للسلام الدائم ولكن التصميم للهيكل الفيدرالي بالطريقة التي وزعوا فيها السلطة كان جيدا اليمن فشلت لأن الطريقة التي رسموا فيها الحدود وعزلوا مناطق معينة أو ناخبين معينين مع أنهم كانوا ينتقلون للدولة الفيدرالية نحن نريد أن نستوعب التمييز ولكن بعض العوامل التي تصلها بالنسبة للسودان هي التفكير بما هي القضايا التي تهم المجتمعات المهمشة اقتصادية، حقوق إنسان، الثقافة، الموارد الطبيعية إذن بدلا من تبني النهج الذي يتم فيه مشاركة كل شيء ربما يجب أن نفكر بما هو مثلا المجتمعات في الغرب النيل الأزرق، دارفور مناطق مختلفة في دارفور لديها مصالح مختلفة ثم تقسيم السلطة تحديدا بحسب هذه المصالح وأن نوجد طريقة أثناء عمل على هذا لنستمر بإيجاد شعور بالوحدة والهوية السياسية كشعب السودان لأن الناس في منطقة أخرى في العالم اندونيسيا شاركت السلطة وخصصتها ووزعتها على بعض الأمثلة المحلية بطريقة قافضت على الهوية الاندونيسية وأيضا لديها توزيع لأتشي خاص ولكن فيما تبقى هو موازي هناك بعض الأمثلة حول العالم ولكن كل ألية لمشاركة السلطة يعني مميزة حسب المصالح المميزة لكل دولة وفي هذه الحالة السودان مميزة جدا وفيها عدد من المصالح المهمة للغاية للسكان المهمشين شكرا فول إذن بالحديث عن المجتمعات المتنوعة والثقافات المتنوعة هل لك أن تحدثنا هل مشاركة السلطة تساعد في يعني إيجاد السلح بين هذه المجتمعات إذن مشاركة السلطة تساعد في المصالحة بين المجتمعات المنقسمة من خلال منح الناس صوت في تعليمهم الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وإذا كان هناك الصوت في تحديد المصير السياسي تحديد المصير داخليا هذا ما يسمى تحديد المصير الداخلي عندها تقل فرص الدخول في النزاع المسلح أو الإجراء المسلح لأنه لا يوجد اضطهاد لا يوجد أخذ للذهب من المنطقة يعني لا يوجد انعدام أمن غذائي أو مالي وهذا مضاد لما شاهدناه في الماضي المحافظة على السلطة والقوة في المدينة في المركز يعني مثلا في خرطوم في هذه الحالة والناس يواجهون ضغوط اقتصادية أمنية شخصية غذائية كما ذكرت ومن ثم يتصرفون بطرق معينة يشاركون بالنضال المسلح في حين عندما تكون هناك قرارات تتكد على المستوى المحلي تزيد فرص عدم وجود حاجة أو رغبة أو مصلحة في المشاركة بالنزاع المسلح طبعا هناك أطراف تشارك بهذا الأمر ببساطة لسرقة الثروة في الدولة وهذا ما نراه في قوى التدخل السريع والقوى العسكرية السودانية لا تقاتل أي من هاتين الجهتين لحماية مصالح الناخبين وإنما هم ببساطة يحاولون السيطرة على الثروة في الدولة ولكن لمن لديهم شكاوى أو تظلمات شرعية هذه تعطيهم فرصة حل هذه القضايا سياسيا وليس من خلال استخدام القوة إذن بول واحدة من القضايا المهمة للغاية التي يجري بحثها بين أفراد الشعب السوداني كيف أن نحدد مستوى الحاكمية أو الحكم بين الولايات والمناطق والهياكل غير المنظمة كيف يمكن تسوية هذا الأمر خلال مباحثات السلام إذن واحدة من المهام لمن يعملون في مفاوضات السلام أو المفاوضات الدستورية أو التفكير بمستقبل هياكل الدولة هي اتخاذ قرار حول ما هي المناطق المناسبة ما هي الحدود الجغرافية للمناطق والمناطق الفرعية أيضا ورأينا هذا على سبيل المثال في دارفور كان هناك منطقة دارفور الكبيرة ثم المناطق الثلاثة المقسمة ثم يمكننا أن ننزل إلى مستوى أدنى أيضا إلى مستوى الهياكل الحكومة المحلية الحدود يبدو أنها محددة بشكل جيد أنا ربما أحذر ضد إعادة رسم أي حدود إقليمية أو في الولاية وهذا ما زال قيد النقاش هذا ليس قرار أن تفيده أنا وإنما يتفيده شعب السودان ولكنه يعني حتى فاتح الخريطة قد يكون عملية تقود من الاستقرار في مفاوضات السلام وبالتالي التفكير بالمناطق القائمة وربما يجب تعديلها وهذه أيضا قد تشكل عملية لرسم الدستورية ثم ثانيا حتى نحقق أو نلبي مصالح ونمثل رغبات شعب السودان إلى أي درجة ننزل إلى الأسفل حتى إلى فيما يطالق بهيكل السودان للتقسيم السلطة في مقدونيا كان على المستوى البلدي قرروا أنه على المستوى البلدي هذا هو أفضل مكان لنعالج القضايا التي كان نقلق حيالها أشخاص في مقدونيا التعليم اللغة والثقافة والشرطة المحلية في مواطن أخرى لو نظرنا إلى العراق التي فيها تحدياتها كان على المستوى الإقليمي منطقة كردستان ثم المناطق المحيطة مع تقسيم قوة أو سلطات محدودة جداً للبلديات ولكن المقاطعات والأكراد لديهم مناطق خاصة بهم إذن نفكر بأفضل هيكل يحل قضية عدم التمثيل وقضية حتى اليوم نقص التفاعل السياسي والمشاركة السياسية أيضاً يجب معالجة أو التعامل مع قضية تحديد المصير لا نريد عن دون قصد تسميم هيكل يسر التفكك تفكيك السودان وبالتالي كما أشير في الإعلان المدني للمبادئ الوحدة والسيادة والنزاهة المناطقية للسودان أمر أساسي وهذا كان في اتفاقية جوبا للسلام وفي إعلانات سابقة للمبادئ وبالتالي لا نريد عن دون قصد أن نصمم هيكل يسهل على الدولة تنقسم الآن في اتفاقية السلام الشاملة كانت هذه الفكرة من جنوب السودان كانت الفكرة منح خيار هالي جنوب السودان بعد خطرة ممارسة الحق في تحقيق المصير الخارجي وأن يصبح دولة مستقلة وبالتالي صممت عن قصد بهذه الطريقة وأذكر هذا لأنه في كثير من الأحيان الدولة بعد أن تتفاوض على اتفاقية السلام ستستمر في نفس المسار وبالتالي نريد أن نكون حاضرين جدا في الاستخدام اتفاقية السلام الشاملة مع جنوب السودان كنموذج لأي من الاتفاقيات إلى الإمام وحتى تاريخه تمكن السودان من تحقيق هذا الأمر لأنه في تلك الحالة كانت صممت بهذه الطريقة لانقسام جنوب السودان ولا نريد عن دون قصد أن نصمم هيكل يسمح أو يشجع هذا الانقسام من خلال منح الكثير من القوة أو القوة المبالك بها وبالتالي التي تسمح أو تشجع الدولة على أن تصبح مستقلة وبالتالي من الأمثلة أو من القصص عندما كنت أعمل مع الوسيط في الأمم المتحدة لليمن وكنت أتحدث مع الممثلين من جنوب اليمن وسألتهم يعني يبدو أنكم مرتاحين بالدولة الفيدرالية أنا دائما كنت فهمت أنكم تريدون تحقيق المصير الخارجي قالوا صراحة لا لا بأس بالدولة الفيدرالية خلال خلال ونحن ونحن نبني مؤسسات الدولة القاصة بنا وبالتالي بعد عشر خمسة عشر سنة يمكننا أن نصبح مستقلين وبالتالي عند التفاوض على ترتيبات مشاركة السلطة هذه تريدنا أن تتأكدوا بأن هذه ليست ببساطة خطوة نحو الاستقلال وإنما صممت بطريقة لتوحيد لضمان وحدة الدولة واتفاقية السلام الشاملة مع أنها كانت تجعل من الوحدة يعني مغرية لم يكن هناك أي شيء مغريا للجنوب ليصبحوا مستقلين وبالتالي استقلوا وانفصلوا وذهبوا في حال سبيلهم وبالتالي بول من خلال أي عملية مستوى الاستقلالية لكل منطقة يجب تحديده خلال المفاوضات السلام أعتقد بأن مستوى السلطات والقوة التي يتم توزيعها أو تقسيمها على المؤسسات المختلفة يجب أن يكون مبنيا على الاحتياجات الخاصة لكل من هذه الجهات مثلا النيل الشرق يعني ما هي احتياجاتهم بشكل خاص ما هو الكافي بالنسبة لهم حتى يتفاعلوا في الحكم الذاتي حتى يسمع صوتهم وأيضا من المهم وأستخدم هذا السؤال لأذكر شيء كثيرا ما يهدد مشاركة السلطة بطريقة فعالة وهي عدم قدرة المناطق والبلديات على يعني جمع مواردها الخاصة بها إذن في بعض الحالات سيقسمون السلطة السياسية يعني يمكنكم اتخاذ هذه القدرة القرارات ولكنهم لم يوزعوا أو يقسموا السلطات المالية وبالتالي يمكن للمنطقة أن تتخذ قرارات يمكنها أن تحدد النقل المحلي التعليم كل هذه الأمور ولكنها لا تملك المال لتنفيذ هذه الأمور لأن السلطة المركزية هي التي تملك المال أو سيقسمون السياسي ولكن لا يقسم الإداري لا يوجد خدمة مدنية محلية أو لا يوجد تمويل لالخدمة المدنية المحلية وبالتالي المقاطعة لن تتمكن من المشاركة في مثلا المحافظة على السلام إقليميا إذا لم تملك المال لتعيين أفراد الشرطة وبالتالي سيكون هناك فجوة في القوى الأمنية لأن القوى السلطة السياسية تم توزيعها ولكن لم يتم تقسيم السلطات الإدارية أو المالية وبالتالي عند التفكير بتصميم الهيكل الأمر لا يتعلق بهذه قوة مثلا العشرين السلطة التي نريد تقسيمها في منطقتنا يجب أن نفكر بحذر حول ما إذا كنا نستطيع أن نتكلم قرارات سياسية في هذه القوى ومالية وأيضا القدرة على جمع المال لتلك المنطقة والسلطة الإدارية لتنفيذ هذه القرارات السياسية المتخدة لدينا لدينا سؤال من خاصية الأسئلة والأجوبة على الضوء الاتجاه اللامركزية في السودان قبل صرف النظر عن السودان بسبب أوكرانيا وغزة لدينا لماذا نروّج لهذه الفكرة بأنه سيكون مكلفا الاقتصاد يعني الشعبوي أو من الأسفل الأعلى هذا السؤال جيد جدا وهو تحذير مهم جدا وأنا أتفق تماما هو تحذير مهم جدا حول يعني العبء المفرط على السودان بسبب الكثير من المشاركة والتوزيع للسلطة هذا تحديدا ما حصل في اليمن اليمن لم يملك المصادر المالية أو البشرية لأن يتحمل كلفة الانتقال إلى السلطة الفيدرالية الآن سمم النظام بطريقة جيدة جدا ولكن كان يجب أن يحصل بين الليلة وضاحاها بينما كان الأفضل أن يكون هذا الأمر تدريجي على مدى أربع أو خمس سنوات هذا ما يجب أن تفكر فيه السودان إذا حصل كل شخص على كل ما يريدونه فيما يتعلق بتوزيع السلطة أو مشاركة السلطات أفقيا قد لا ينجح هذا على المستوى الوطني وقد يكون مكلفا أو القريمي ولكن لو بقينا في الوضع القائم المركزي للغاية من حيث الهياكل السلطوية في خرطوم وفي عدد قليل جدا من الموثلين السياسيين في الخرطوم سنستمر بوجود السكان المهمشين والاستمرار بالنزاع الذي شاهدناه عبر عقود وبتالي الشخص الذي طرح السؤال المثالي كيف نوازن بين التقسيم الواقعي للسلطة بحيث السكان المهمشين يمكنهم أن يشاركوا بالفعالية باتخاذ قرارات تتعلق بسلامتهم الاقتصادية والثقافية مع يعني السيطرة على النخب الفاسدة دون أن نتسبب بانهيار الحكومة الجديدة وإعادتها إلى النزاع الدائم هذا ليس بالأمر السهل وستكون هناك حاجة إلى درجة من الدعم الدولي أوكرانيا غزة اليمن سوريا أماكن أخرى يعني سحبت كل الاهتمام وبتالي هذه ملاحظة يا محمد بدأ الوقت ينفر منها هذا هو الوقت للمناصرة الدرجة التي يتمكن منها الوفد المدني من عرض خطة لتحول حقيقي للسودان من النزاع إلى السلام الدائم والديمقراطي كلما زادت فرص هذا ليس بالأمر المضمون ولكن على الأرجح سيكون هناك تفاعل دولي وتمويل دولي ونأعتقد بأن هناك بالتأكيد القدرة التمثيلية بين الفاعلين المدنيين الأمر يتعلق بعملية تنظيم المدنيين المدنيين الذين ينظمون أنفسهم بحيث يقدمون مقترحات واقعية وهذا ما أقدره فيما يتعلق بالأسئلة التي وردت إلينا خلال الساعة التي ركزت على كيف نتمكن أو نقترح بشكل واقع نظام لمشاركة السلطات وهيكل للدولة ينجح بالنسبة للسودان ولكنه ليس بالوضع المثال لدرجة أنه شكله رائع على الورق فقط سأتوقف بكلمة تحذير ثم نبدأ بالفتام لو نظرنا إلى اتفاقية السلام للسومال هي اتفاقية السلام رائعة وعندما ننظر إلى ما حصل للسومال على مدى ثلاثين سنة الماضية ندرك بأن هناك فصل يعني كبير بينما تم تفاوض عليه والواقع الحال في السومال كما كان في ذلك الوقت ولم يعني تلبي اتفاقية السلام هذا الواقع وبالتالي عندما يكون هناك دخول في المفاوضات هناك جمع للواقع على الأرض وما هو مقترح على الأرض هذا ليس تمرين أكاديمي أو نظري المدنيين الذين يدخلون في مفاوضات السلام سيعملون على سياغة مبادئ وقواعد مهمة في الواقع وستمكن شعب السودان من المشاركة بشكل كامل في الحاكمية الديمقراطية للدولة هذا ما كل ما سمح به الوقت اليوم شكرا دكتور وليامس على تشارك بخبراتك وكل أولئك الذين شاركوا بنقاشاتنا أرجو أن تشاركونا جلسة التشارك في المعرفة القادمة حيث سنناقش سياقات الدستور الدائم سنتشارك معكم بمزيد من المعلومات في الأيام القليلة القادمة إن شاء الله شكرا للاندمام إلينا ونرجو أن تنضموا إلينا الأسبوع القادم وأتمنى لكم أسبوعا طيبا شكرا شكرا للجمية ما سراما شكرا شكرا شكرا